برش الحمل بالنسبة لك انهار كتير نشيط كتير فعال هيدا نهار من الايام يلي بتحس حالك انك فعلا فايق بكير ومنشط ومصحصح وطالع مالك انك تواجه الحياة بقوة وبيتفائل تبقى الموليد الانشط هي موليد شهر ادار مارس بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور بصراحة هو انهار متعب بالنسبة لك الضغوط موجودة ومش بس هيك مش رح تلاقي النتيجة اللي انت بدك ايها فمتعب حالك متعزب حالك بامور مهمة وصعبة لانه على الارجح رح تطلع سلتك فادي فكون حذر جدا لسيما اذا كنت من موليد شهر نيسان ابريل بنتقل لبرش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء بعتبر هيدا نهار حلو اريح بكتير من اليومين اللي مرأوا باستطاعتك انك تنطلع باسبوع ايجابي جدا مش شوي اليوم بتقدر تتكل على ظروف خارجية عوامل خارجية ما عاد كل الضغط عليك فيه مساعدة لقلك فيه تأييد لقلك لو فرحظا رح بتكون اليوم موليد خمسة عشرين ستة عشرين ايار مايو مكمل مع برج السرطان بعد ضغوط مرأت فيها وعشتها بهالثلاثة اسابيع اللي مرأوا بلش الامور عندك شوي تتحسن لكن اليوم هو من الايام يلي بتحس انه بعد في شي ما خلص وبعده مطلوب منك انك تقدم مسألة معينة نتيجة ورقات رح لامتحان معين يمكن اليوم الجو بالنسبة لقلك بتحسه متعب ندفي لكن منه سلبي فحاول تعطي افضل ما عندك بتبقى الموليد اللي عنده ضغوط اكتر من غيره هي موليد حزيران يونيو بشكل خاص خمسة عشرين ستة عشرين وسبع عشرين حزيران يونيو بنتقل لبرش الاسد انهار ايجابي بالنسبة لقلك ولازم تعرف انه الاسبوع او العشرة يام البقيين بهيدا الشهر منهن هل قدي ميسارين كتير كتير متل ما انت مفكر لكن مسائبي انه اليوم وبكرة وبعد بكرة الجو عندك مناسب تماما متل الوقت اللي بتكون طايف الدنيا وفجأة بتصحى الدنيا وبيركض الانسان اللي يشوفش كيف بده يخلص اشغاله فلحق حالك مولو برش الاسد الاكثر حفظا ١٢١٩ أب آغوستوس كمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء الجو اليوم بيقلك انه رتب امورك في امور صعبة عشتها بهاليومين الثلاثة اللي قطعوا واليوم مطلوب انك ترجع تردى تحاول تردى لا اصولها ولا مسارها الصحيح هناك بعض التعب هناك بعض القلق هناك بعض الانزعاج هناك تفاصيل بدك ايها هناك بدك تفسير بدك توضيح لكتير من الامور انتبه للتفاصيل خاصة اذا عندك مسائل ادارية مالية قانونية بتبقى المولي اللي بعتبر في عندها حظ اكتر من غيرها ٢٧٢٨ و ٢٩ أب آغوستوس كمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان صحيح انت شوي انفعالنت في اليوم لكن بيقلك نهار كتير مهم لتروح الاجتماع كتير مهم لتروح الامتحان كتير مهم هيدا نهار لحتى تناقش الامور لكن شطارتك اليوم صر نجاحك انك تناقش بهدوء برواء وتتجنب فرض الاراء او عدم سماع الرأي الاخر كون فلكسبل بتنجح مية بالمية تبقى المولي الاكثر ثوترا هي مولي شهر سبتمبر كمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب بيتلعب له مولو برش العقرب اليوم يعود ببيته ويعود بمكتبه لا يروح ولا يجي يشتغل على حاله يشتغل على قراءه ويحاول انه يخلص هنهار والاولويات المحطوطة على سكتجول يخلصها نهار متعب صحيا وجسديا فحاول انه ما تستنفد كل طاقتك على الفاضي الاكثر تعبا لازم ينتبهوا من المشاكل ومن الضغوط كليا 19-21-21 نوفمبر ننتبهوا من السرعة بنت إلا برش القوس نهار حلو كتير لي مولو برش القوس وبلشت الامور تصير فعلا مشرقة جدا بالنسبة لك اليوم هو من الايام الاكثر حظا فينا نقول بهيدا الشهر وعندك 3 ايام وارا بعدا نهار فيه تقارب فيه ناس بيتقربوا منك فيه ناس بيجربوا انه يصالحوك فيه ناس بيجربوا يطمنوا لك بالك نهار فيه خبر سار بانتظارك الاكثر حظا 17-18 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي بالنسبة لبرش الشدي بدهوا ينتبه شوي مولو برش الشدي على بعض المسائل المالية بشكل خاص يمكن مولو برش الشدي في عنده مسائل مالية بتطلع من ايده بيفقد السيطر عليها فمطلوب منه مولو برش الشدي يكون اروى بالنسبة لها الموضوع ويحاول انه يتعامل مع الامور العائلية بشكل خاص والشخصية بيرقي يعني انت شخص راقي لكن ما تلوم العائلة او احبائك اذا حسيت انه في عندهم طالب كتير الاقل حفظا الاكثر تعبا 26-27-28 ديسمبر بنتقل لبرش الدلو مولو برش الدلو ما حدا بيقدر يربح فكرتك ما حدا بيقدر يسبقك بهالافكار الرائعة منافس اوي جدا افكار مهمة جدا بتخليك تكون شخص المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب افكارك زكية مقنعة عندك سرعة خاطر وقادر انه تخلص امورك بسرعة الاوفر حفظا 25-26-27 كانون التاني يناير تكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت تحس حالك انه انت ما عم تاخد حقك الاجواء اليوم متقلبي سيفضو حدين اليوم الامر الموجود ببرش الدلو ببرش الحمل اليوم سيفضو حدين هي الشمس الموجودة ببرش الدلو كمانا بتخليك تنزل نزول بمعنى انه بتخليك تفكر يكون عندك شك شكوك فحاول تحافظ على الثقة بنفسك تشتغل مزبوط لكن ضروري تنتبه وينك تحط مصرياتك تدعم تصرف تنتبه عغراضك وبين امتحاناتك بدك تفتح هناك كتير منيح بشكل خاص 2-3 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هذه السنة بعتبرها سنة كتير مهمة سنة نشيطة كتير هذه السنة فيها تعدد في الأعمال في النشاطات في الوجبات في النتائج أيضا مفروض تكون سنة جيدة جدا لأنه لا يوجد تأثيرات سلبية معاكسة بهذه السنة شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي رح نتابع محطاتنا بعد لحظات بتكون معنا ريوة وكل اللي حابين يطرحوا علي أي سؤال مباشرة على الهواء بالإضافة الأسئلة اللي وسط لقيلة من قبل على الواتساب خليكن معنا اشتركوا في القناة